اذا كان ده اليوم الصعب فخلينا اقول لكم ايه اليوم الحلو ده ايه اليوم الحلو ده الحقيقة تاني مع الاحتفاظ بالحق يوه من القيعي لان هي مؤلفة ايه اليوم الحلو ده وغناء احمد سعر لكن هي الحقيقة الهمتنا بهذا العنوان لغلاف مجلة الاهل مجلة الاهل العدد اللي صدر النهاردة او كان في السوق من مبارح هو عنوان لكل المناسبات يعني كان بهذا الوضع اللي انتو شايفينه يمكن لأول مرة اولا مجلس ادارة الزمالك مع مجلس ادارة النادي الاهل وان يظهر مجلس ادارة نادي الزمالك ورئيسه وكابتن حسين لبيب على غلاف مجلة الاهل فاحنا بصدد تحول كبير انه يباني الكابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب في مقدمة الصورة وقدامهم عالم الاهل وعالم الزمالك فاحنا بصدد حدث تاريخي ان انت تلاقي نادي الزمالك بيستقبل النادي الاهل على الريد كاربت او على السجادة الحمراء ده ابتكار رائع يعني تقديرا وتوقيرا ده تحول كبير الحقيقة الجملة التمهدية للمنشط كانت ايه انه في يوم الاثنين 19 فبراير عشرين اربعة وعشرين لبى مجلس ادارة النادي الاهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة الكريمة من نادي الزمالك لزيارة النادي وسط ترحاب وحفاوة وتقدير من نادي الزمالك الشقيق برئاسة الكابتن حسين لبيب وهتاف اعضاء بالزمالك بيبو بيبو ان يهتف باسم بيبو داخل نادي الزمالك وان يقف مجلس ادارة النادي الاهل على السجادة الحمراء ويستقبل بكل هذا التقدير والتوقير لا ايه اليوم الحلو ده بجد الضفر مطلعش باللح اه يعني الناس عملة تتكلم على العلاقة والاخوية بتاعه حقيقة ايه اللي قاله الزمالك من واقع مسؤوليتهم عن الكرة المصرية والرياضة بشكل عام والمكان اللي قدروا حطوا الكرة المصرية والرياضة المصرية اقليميا فيها لما كانوا الاثنين اه يعني في عنفوانهم ويقدروا من خلال العلاقة الجميلة جدا ان هما يعني يعملوا ما تستعقوا مصر منهم ايه فانا انا شاف ان دي بداية لعودة المعالي دي كلها طيب اللي انت بتقوله ده استلفت واسترعى اهتمام عدد من كبار الكتاب يمكن دي دي جوانب الزيارة بكل تفصيلاتها واعتقد احنا الحلقة الماضية تناولناها باسهاب الاهتمام الاعلامي الكبير الزمل المصورين المواقع ورغم الزحم العصل فيه تنظيم اه هذا الاهتمام او هذا الغلاف للاهلي استرعى اهتمام وتقدير الكاتب الصحف الكبير الوساس حمد رز رئيس سحرير مجلة المصور السابق والاعلام الكبير في صدى البلد كتب حمد رز في مقالته في المصر اليوم بيقول انه في يوم الاثنين 11 فبراير عشرين واحد وعشرين 19 فبراير عشرين وعشرين وعشرين لبى مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الدعوة الكريمة هو فتح اقواس هو مختبس الجملة اللي على غلاف المجلة وبيقول اعلاه نص مكتوب على غلاف مجلة النادي الاهلي بمنشط احمر قاني وبكلمات موحية من اغنية الفنان احمر سعد الزائعة ايه اليوم الحلو ده فوق صورة نادرة تجمع مجلسي ادارة قدبي الكرة المصرية صورة طالما تمنيناها وطلبنا بها لصالح وطن عظيم اسمه مصر وهو المعنى الذي لخصه الكابتن الخطيب في كلمته القصيرة بيقول كمان الاستاذ حمد رز لفتان الغلاف يترجم اشواق الجماهير الحمراء والبيضاء كانت مطلب جماهيري احمر ابيض مطلب جماهير مصر على اختلاف الوانها وحدث بعد طول شقاق مصطنع لاسباب يطول شرحها ولتكتمل الصورة في شوق لصورة تجمع بين مجلس ادارة نادييي الاهلي والمصر قريبا يقرؤون الفاتحة على ارواح شهداء استاذ بورسعيد ويفتتحون عهدا جديدا وصورة اخرى تجمع بين مجلس ادارة نادييي الاهلي والاسماعيلي تغسل ادران مرحلة سبقت الله لا يعديها ايام الله لا يعيدها ايام الصورة الاخيرة تأد فتنة جماهيرية عمل عليها بعض مرضى القلوب فتنة كروية استغلت سياسيا من اخوان صهيون وعملوا عليها والمؤلفة قلوبهم لفسخ اللحمة الكروية المجتمعية لاحداث فوضى في المدرجات ولولا القرار الحكيم بتحديد اعداد الجماهير لحدث ما لا يعلمه الله ومجزرة بورسعيد نموذج فج ومثال صارخ لاستغلال التجمعات الجماهيرية في خلخلة حالة الاستقرار والامن وبيقول الحمد رز تخيل ان وراء هذه الصورة الجميلة روح جميلة روح طيب الزكر الوزير العمري فاروق والعمري لو لا ذكراه الطيبة لما كانت هذه الصورة صاحب الزكر العطرة كان في وزارته عادلا مع نوادي مصر جميعها سيما نادي الزمالك كحرصه على ناديه الاهلي لذا كانت روحه حاضرة واكتذب في مرضه الاخير زيارات بيضاء لافتة كان المقدرين في مجلس ادارة الزمالك ملتفون او المقدرون في مجلس ادارة الزمالك ملتفين حول سرير العمري وهو في ملكوت الله اللافتة البيضاء تعمقت في عزاء العمري يرحمه الله في مسجد المشير طنطاوي وزيارة تعزية زمالكوية للنادي الاهلي كانت مؤثرة وعظيمة الاثر ولب المجلس الاحمر برغبة عارمة الدعوة البيضاء بالزيارة ووقف الجميع في ميت عوبة يقرؤون الفاتحة على روح العمري الشفافة التي جمعت شمل الاحباء صورة صورة بألف مما تعدون ترسم مستقبل العلاقة بين الكبيرين وليت الجماهير تفهم المغزى العميق للزيارة الحمراء الى القلع البيضاء ومستوجب استدامة مثل هذه الصورة الملهمة وتعويض الجماهير بصور تغير تعبن عن روح جديدة تسري في الحالة الكروية التي عانت طويلا من احتراب لا محل له من الاعراب وبيقول حمد رزق في مختتم مقالاته ومقترح صورة تجمع الفريقين معا وينزلون الملعب معا كل نجم في كتف أخيه يحملون عالم مصر في استاد الأول بارك بالسعودية ويهتفون جميعا لأغلى اسم في الوجود شعار النهائي يقصد نهائي الكأس القادم 8 مارس شعار النهائي 100 سنة كورة يستحق صورة 100 سنة محبة وأرجو أن تعمل عليها اللجنة المنظمة لقمة كأس مصر اختراع جميل جدا صورة تجمع جماهير الناديين معا في مدرج واحد يحملون عالم مصر ويدخلون دخلة مصرية بعالم مصر كثيرة هي الصور الحلوة خلونا نغني مع أحمد سعد إيه اليوم الحلو ده وليته يقود الجماهير في المدرجات يغني ليوم من أيام مصر الجميلة يا سلام على الاختراع يا سلام على الفيجن والرؤية بتفاصيل هذا الاختراع يا ريت إنه اللعبة تنزل مع بعضنا مش بس كده وإن الجماهير تخش مندمجة مندمجة خاصة إنك إنت في السعودية الضوابط كافية ويا ريت يخش بأعلام مصر آه حلوة بتعلق كرة مصرية بقى أيوة مش أنت بتوضي ده الدربي وكرة مصرية ترجم يرفع على مصر اقتراح فعلا مستوجبة لا لا ومناسب للظرف اللي إحنا فيه ومناسب للمعالي الكثيرة اللي بنشوفها بالأشقاء في السعودية اللي ومين دول يعني موضوع يعني حيترجم حاجات حلوة أو طيب إذن اللجنة المنظمة لنهاء الكاس بين الأهل والزمالك 8 مارس في الرياض يا ريت مثل هذه التفاصيل يتعمل حسابها أنه يرفع على مصر الجماهير مفيش مشكلة أنها تدخل مندمجة خاصة أن الجماهير كلها أو غالبيتها من العاملين في السعودية اللي عايز يلبس فنلوت يلبس آه لكن عدوا جنبه بعض مرة بالضبط بالضبط هيكون تحت ضوابطه تحت نظام طبعا هتمنع إذا كان هناك أي تكتلات عايزة تاخدنا بسكة أيوة مش مزبوط فوحدة الصف هتبقى قوية ما مش يبقى التوزيعة دي مش هتسمح لمن هنا بخروج عن المألوف حتى لو حدست بعض الترشقات الفردية ودوارد بين الجمهير الواحد حتى لو ولن تحدث أنا بقولك لو دخلين بعلام مصر مش هيحصل حتى لو كل نادي جماهيره قعدت لزوم الهتاف والتشجيع في جانب يبقى الروح حلوة والفواصل اللي اعتدناها المشددة أمنية ما تبقاش موجودة والعالم مصر هو اللي يجمع أنا بقولك زمان ما حضرش انت الايام دي عادت جاب زمال كوية وترسانوية ومحلوية في اللي سات وبنتكلم بعض ونغيز بعض ونضحك مع بعض ونمشي ولا اخناقة ولا ديولة طيب حمد رزق في تقديره الكبير لإيه اليوم الحلو ده ما اختلفش عن النقد الرياضي الكبير اللي أستاذ محمود معروف اللي كتب في الجمهورية الخطيب والأبيب وقال محمود معروف كانت مبادرة رائعة من مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة نادي الزمالك توطيداً للتعاون والصداقة والمحبة وقد أحسن ما لفتش نظرك في مقال أستاذ حمد رزق ما كلهش عنوان اكتفى بالعنوان بتاعك ايه اليوم الحلو ده طيب قال كمان الأستاذ محمود معروف الترحيب بوفد الأهل بزيارة محمود الخطيب ووقفت تهتب بيبو بيبو بيب بيب الخطيب وحسن لبيب وقد ظهرت الفرحة والسعادة على وجه محمود الخطيب لهذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة كانت لفتة رائعة من الحضور الوقوف دقيقة حددا على رحيل العمر فاروق نائب رئيس النادي الأهل الذي أشاد الحضور به كثيرا الحقيقة أن الفرحة عمت أرجاء نادي الزمالك وتكدس الألاف من جمهيره خارج الأبواب ليكونوا في استقبال مجلس إدارة الأهل ورئيسه محمود الخطيب اعتبرها الجميع بداية جديدة لعلاقات رائعة متميزة بين الناديين الكبيرين وسينعكس ذلك على مباراة الناديين في السعودية ونحن بدورنا دل أستاذ محمود معروف ونحن بدورنا نتمنى أن تكون بداية جديدة بالفعل ونرى الحب والتعاون بين جمهير الناديين الكبيرين في المباراة المقبلة وأولها لقاء القمة في الرياض وكم أوده أن يوقع الطرفان على وثيقة تعاون من أجل النهوض بالرياضة المصرية وعن مرحلة جديدة من التعاون والحب في الفترة المقبلة ونتمنى أن يقوم مجلس إدارة نادي الترجي بزيارة قريبة للنادي الآلي ويرافقهم بعض ويعصد نادي الزمالك بس هو كتب الترجي ما عرفش إيه اللي جاب الترجي يمكن عاجيني للتجربة تبقى بالأشقاء وهذه المباراة ستنعكس على باقي الأندية المصرية ويسود الحب والتعاون بين الجميع ولعلها فاتحة خير بين كل الجماهير في كل المباراة وكل المباراة الرياضية التي تبقى مصر هي الأهم وهي العظيمة في الوطن العربي وأفريقيا الحياة كلام أيضا مهم جدا وخطعا هنا يقصد الزمالك لأنه لم يذهب إلى تونس أبدا ما أشرش لكن هي غلطة إنما المعنى إيه يا جماعة لأنه بقول لك يرفقهم بعض أعضاء كبار الزمالك فهو بيقصد الزمالك الأصد في الموضوع ده إيه في تقدير حمد رز وتقدير محمود معروف مع الحفظ الكل باللاقب والاحترام لاحظ تأثير النجم على الجمهور دي مسألة في غاية الأهمية إنه تقريبا محمود الخطيب برأس حربة الفكرة إنك أنت آه مجلس إدارة النادي الأهلي جاي ييجي نادي الزمالك فييجي في توقيت إنك تلاقي أعضاء في الزمالك بيهتفوا بيبوا بيبوا هم عندهم كل التأدير والاحترام للنادي الأهلي بس يظل ومضت النجم لها تأثير على الرأي العام والمزاج العام ودي الأمور اللي يجب الوقوف عندها بتأدير واهتمام لما يكون يا أستاذ إبراهيم النجم ترجمة لما هو طيب ونقضة بالفعل أيوة يبقى تأثيره أعمق هيبقى مطلوب إنه يعني إن يكون موجود هذا النموذك باستمرار لإنه ده تأثيره أعمق مش على أنصارك بقى أيوة ده تأثيره على المجتمع ككل هي دي دي الفكرة اللي أنا عايز أقف عندها في تأدير حمد رزق وتأدير محمود معروف إنه تأثير سلوك المسؤول أيوة لما يبقى مسؤول لما يبقى مسؤول وأنا أعتقد جازما ما حد تعرض لما تعرض له محمود الخطيب في شخصه من إساءات في المنطقة دي عبر سنوات طوال إن أنت تقدم النموذج في الالتزام والانضباط والمسؤولية مردوده هو اللي حصل في اليوم ده ما تعرض له معلش ما تعرض له الخطيب ومجلس دارة النادي الآلي الفترة الفاتت لم يكن بدغوط الخارج فقط ده كان فيه ناس كتير جدا ممن يحضون الانتماء الأهلاوي يقولوا له ايه في ايه وكان يصوروا الأمر وكانه ضعف أيه خلينا أكمل الفكرة في حت التأثير المسؤول النجم لما يتحل بالقدر المطلوب من المسؤولية والقدوة إنك أنت تترفع عن كل الصغار والصغار إن أنت تسمو بسلوك رياضي إن أنت تحافظ على طبيعة العلاقة بين الناديين إن أنت تقدر دور تأثيرك في المجتمع إن أنت تتبص باهتمام إلى العلاقة بين الأهل والزمالك فيسمو على كل الصغار والصغار يكون مردود هذا النموذج القدوة إيه هذا التأثير المباشر في نفوس المنافس وتاخد حقك فأنت تاخد حقك تلت ومتلت زي ما بيقوله بس يجيلك التأثير بالتقدير ده إن المنافس وولاده ولعبته والناشئيه وشبابه وأعضاءه وسيداته ورجاله هم اللي بيهتفوا هم اللي عايزين تصوروا صورة إذكارية للحظة مهمة جدا هم اللي يقدروا بكل التقدير هذه المبادرة أو هذه الزيارة فيعلق عليها الأستاذ محمود معروف وهو من غلات الزمالكوية واحد من كبار الأقلام الزمالكوية بكل هذا التقدير وهذا الاحترام لا هنا لازم نقف عند أهمية المسؤول القدوة والمسؤول المسؤول لأن تأثيره هيكون أفضل وأسرع وأقدر على توصيل الرسالة للمجتمع أعتقد سنايا اليوم الحلو ده ما كانتش غايبة حتى على مقدم البرامج التوكشو لما تؤمن وأنت مسؤول أن مسؤوليك تغطدي عليك التماسك إزاء الأزمات وعدم الاستسلام للغضب الشخصي وعدم شخصانة الأمور وأن ثقافة المكان اللي أنت تربط فيه وده لما الناس بتزعم مني بقولك الإنسان ابن ثقافة مكانه ثقافة مكانك عماقة الموضوع ده جواك ما تردش ما تكتسبش حاجات أنت بتلوم يعني لما وعد الشمك وأنت تشتبه وقيت زيه لكن لما تترافع وتأخذ حقك بطرق تانية هتصبر قليلا مهما كان اللي حولك بقولك فيه إيه بقى ثم ممكن تلقى أولادك في يوم القيم يعمله معاك كده أنت زي يكلمك بالطريقة دي وأنت ساكت له وليه ويعودت هامسه وليه لما لوك أنت بقى بتنتصر وبتكسب حيعرفوا أن دي ثقافة تتنقلهم هم هي دي الحياة مش أن كل واحد بدراعه وأنه يتقاول على الآخر وبهو الأقوى أبدا الحصاد بتاع اللقطة دي زرع قديم استفاد لأنه كابت الخطيب وتمسك به وصبر وتحمل وتمسك بهذا المفهوم الأخلاقي خد حقه امتلت امتلت فلما راح يعمل مبادرات أنها ثمنت وصدقته لأنه عرفت أن الراجل ده مش جاي يقول لهم كلام هو لم يلتزم به أو مش جاي وجه رسالة مش هو مش ملتزم بيها هو جاي مصدقين أنه جاي بنواية طيبة لأنه لم يرد الإساءة بنفسه في أي لحظة التوقف بالمعنى ده مهم جدا أستاذ إبراهيم وعلينا جميعا أن نتمسك به وثاني وثالث وعاشر حبوا الأهل كما واجتموه وورسوا للأجيال كده عشان يطلعوا عندكم قيادات من نوعه كابتن محمود الخطيم وكابتن حسى وكابتن صالح وكل ما نتمسك وأجيب التيتش وكل ما نتمسك بهذه القيم الناس دي نتاج ميراس قديم جدا من ثقافة متأصلة في إدارة مش بتميز هي مؤمنة بهذه الثقافة طيب دور المسؤول المسؤول لما يكون عنده هذا القدر من الإدراك والمسؤولية شوفنا تأثيره في المجتبع بيبقى عامل إزاي ودي ميزة لو تعلمونا عظيمة نشوف واحد من اللي عبروا عن رأيهم في هذه الزيارة وعن اليوم الحلو ده كان الأستاذ عمر قديم أعتقد رأيهم مهم في زيارة تاريخية وليست مبالغة من مجلس إدارة النادي الآلي وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب للقلعة البيضاء لكابتن حسين لبيب هذه زيارة لأول مرة من خمستاشر سنع العلاقات كانت في أسوأ حالتها وكانت من أسوأ ما يمكن وتأتي هذه المبادرة الحمراء لكي تزيل كل المشاكل والمصائب التي كانت معلقة بين القلعتين طيب يعني المفروض بقى مجلس إدارة نادي الزمالك حيرد هذه الزيارة قريباً إحنا هنكون في انتظار بقى إن شاء الله يعني رد الزمالك لهذه الزيارة التاريخية مشاعر جميلة وشيء عظيم طيب خد مني الدعامة دي يا حبيب عمر يا رب أن تكون هذه الزيارة قد أزالت بعض الرواسم عندك إنته شخصية طيب ده رأي عمر أديب رأي كابتن أحمد شبير أعتقد كمان مهم تحس إنه ما فيش غربة تحس إنه واحد داخل على أصحابه وعلى إخواته هذا ما حدث اليوم داخل نادي الزمالك في الزيارة استغرقت حوالي ساعة وربع تقريباً لكن أثارها تظل يعني مثلاً مليون ساعة البطولات بتروح وتيجي محدش هيخذ البطولة لوحده أبداً أبداً لكن البطولة هي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده والبطولة إنه في داخل نادي الزمالك يتم الوقوف دقيقة لقراءة الفتحة والحداد على الراحل الكبير السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي البطولة إنه نبني على الحاجة الجميلة أدي الورد اللي على المقعد الخاص بالسيد العمري فاروق بصراحة يا جماعة صورة افتقدناها حوالي 15 سنة مش هنتكلم على الأسباب اللي راح راح خلاص انتهى المهم إن انت بدأت تبني بدأت تحط أساس جيد أوعى تجري وراء الصغار أوعى تجري وراء الأشرار لكن الكبار والمحترمين بتبقى سياستهم البناء سياسة بناء قائمة على الاحترام صورة كنا نتمناها وكنا ننتظرها بصراحة المنظر ده يا جماعة منظر ما فيش أجمل من كده فيش أحلى من كده ترطايا عليها الأهلي وعليها الزمالك ابتسامات دائمة الخطيب بتهتفله داخل نادي الزمالك بيبو بيبو أعتقد يعني صورة كنت فين غايبة عنا فين كنت غايبة عنا فين عنا فين يعني كانت وحشانة من سنين بصراحة يعني صراحة تقطيع الترطة دي صورة انتظرناها كثيرا بس يبعثونا حتى بقى لا كابتل شبير طبعا ما هو كل خلي الكلام اللي قاله كابتل شبير أنت حاسس بيه وأنا حاسس بيه والشارع حاسة بيه وأصبحت زيارة بالترهم كل المعاني دي يعني حاجة الحقيقة هي لحظة مش بس عشان هي زيارة حدست قبل كده لكن سياق الزيارة وطريقة الاستقبال لا طريقة الاستقبال ده بصراحة شابو مشكور نادي الزمالك مشكور طيب أيضا الزميل إبراهيم فاي في تعليقه على اليوم الحلو ده كلمة الكابتن الكبير الخلوق كابتن محمود الخطيب من داخل نادي الزمالك اللي فيها من الروح الحلوة وفيها كمان من المناشدات والهدوء اللي المفروض يتنقل تعالوا نتنقل لهذه اللحظة التاريخية اللي عشناها النهاردة وأنا ببوس إيدي وش وظهر إن أنا عشت لحظة سمعت عنها زمان قالوا الأهلي كان بيروح للزمالك والزمالك كان بيروح للأهلي قالوا ونجيب شهود عين ولكن زمان حصل فنقول للناس طب يا رب زمان يرجع تاني فالواحد سعيد ومبسوط لهذا التحول الصحي والطبيعي على ما كانت عليه صفة العلاقة بين الأهلي والزمالك احنا رجعنا لللي فات لفكرة كل ما في الموضوع حصلت هزة ثم رجعنا لللي فات كابتب محمود الخطيم رئيس النادي الأهلي وبصحباته مجلس الإدارة بالكامل واستقبال مفيش أحلى من كده ولا أفضل من كده مجلس إدارة نادي الزمالك شوف أنا اللقطة دي بالنسبة لكبيرة يا جماعة ما عرفش أنتوا شايفينها زي ما أنا ما شايفها ولا لأ أنا بشوفها هي دي العلاقة اللي تليق بالكبار بالأهلي وبالزمالك واللي تليق بمصر على فكرة يعني هي دي هي دي إن أنا يبقى عندي الاتنين الأكابر بتعكورة في مصر الأكابر آه الاتنين الأكابر بتعكورة في مصر قاعدين مع بعض لقطة العودة إلى أصل التاريخ في العلاقة صبرت ونولت يا إبراهيم وعشت وشوفت حكينا لك اللي شفناه وديك عشت اللي إحنا شفناه وشوفت اللي إنت عشناه إنقله بقى ونبني كلنا على هذه اللحظة الجميلة والتحية من القلب من الأستاذ أحمد موسى حييكم من قلبه والله العظيم وفي منتهى السعادة هو ده برافو عليكم الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهل وأتمنى أن تكون الزيارة قريبة قبل رمضان ليه بقول كده خلاص روحنا هنا وروحنا هنا هي دي العلاقة يلا والجمهير خلاص روح النهاردة الرياضية شجع في إطار منافسه زمالك بيلعب شجعه أهلي بيلعب شجعه زمالك يشاء كله له حق النهاء الكاس هنلعبه في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس فعايزين الزيارة دي قبل 8 مارس تاني بقول قبل 8 مارس أنا اللي بطلب على هواهو اشتغلوا ما هو ده المهم تشتغل مش راغي وهنا اهو عملوا واشتغلوا ما شاء الله عليهم بنحييهم يا السلام ايه الأخلاق والروح الرياضية الجامدة دي ايوه يا جماعة كده هي دي بحلم كله يشوف الأهل والزمالك النهاردة حاجة تانية بجد حاجة تليق بمصرق ايه تاني جليق بمصرق ما هو من تكرار الأمر بقى ان احنا نعلق اه على يعني سعادة الجميع اخواننا باللقطة دي صحيح الجميع سعيد نبني عليه ايوه نبني عليه هو ده المهم جدا واعتقد قلنا لكم ما في ثنايا هذه الزيارة واليوم الحلو ده لكن اعتقد مع دوشة الدوري بقى الكلام في المؤجلات الأرقام تكشف الشائعات موسيقى موسيقى